فريق السلة دوري السوبر ماشا الله عليه ماشيين متربعين على المجموع زي ما قلتلكو او على الدوري في دوري السوبر كسبنا اخر ماتشاط كسبناها خلاص كسبنا نادي جزيرة واحد وسبعين اربعة وستين وتصدرنا في المركز الاول الدوري ده دوري ترتيبي بس اهميته ان هو في الاخر خالص بيترتب من اول للتامن الاول بيلاعب التامن في البلاي من خمس ماتشاط اللي يكسب التلاتة يعدي ويخش للمرحلة الدانية التانية ده دوري مهم جدا جدا الماتش الجاي ماتش مهم جدا بالنسبة لفريق الاهلي لان فريق الاهلي هيلاعب نادي بس في اسكندرية اخر مباراة بين الاهلي وسبورتينج بين الاهلي وسبورتينج كان كسب الاهلي في ارض الاهلي تعالوا نروح ونشوف جدول ترتيب الدوري كرة السلة في اللحظة اللي احنا فيها دي دوري كرة السلة زي ما احنا شايفين الاهلي بيعتلي قمة المجموعة اه الاهلي عشرة وفاز في تمن مباريات وخسر مبارتين ليه تمنتاشر بونت معاه بيشاركوا في نفس المركز اهو مركز التاني فريق ابناط نادي الجزيرة عشرة عشر لعب عشر ماتشات فاز في ماتشين وفاز في تمانية وخسر اتنين وليه تمنتاشر بونت التحاد سكندري المركز التالت ونادي الزمالك المركز الرابع وكمان اه السادس السموحة السابع مصري للتأمين والتامن طلايع الجيش بحضاشر نقطة زي ما احنا شايفين الجدول قدامنا الاهلي النهاردة اول الترتيب لكن الجدول ده بيختلف كل شوي لان فعلا الاندية في كرة السلاء المستوى متقارب جدا 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 بين كرة السلاء لكل الاندية اشتركوا في القناة